لعبة سوبر هوت هي لعبة تصويب لكن بفكرة جديدة ومميزة ونزلت مجانية على القولد وصراحة هذا وقت مثالي اني اعمل لها مراجعة لاني كنت متردد سابقا اني اشتريها بسعرها الكامل 25 دولار ولا لا وللأماني يا جماعة انا كتير انبسط فيها وبرضو انبسط اني ما اشتريتها بسعرها الكامل فيلا اهلا وسهلا فيكم بمراجعة لعبة سوبر هوت سوبر هوت فكرة لعبة سوبر هوت انا باعتبرها هي اللعبة بالكامل لانه لولا الفكرة لا كانت اللعبة ولا شي فكريتها جدا بسيطة واللي هي انك انت كل ما تحركت الوقت بيتحرك والناس اللي حواليك بيتحركوا واذا وقفت الوقت بيوقف والناس اللي حواليك بيوقفوا اللعبة صايرة مو بس شوتينج انك تتقوس وتمشي لأ اللعبة صايرة شوتر والغاز شوتر لانه هو نظام القتل اللي فيها والغاز لانه كل مرحلة فيها هي عبارة عن لغز فعليا انت لا بد تحله عندك تقريبا 35 لفل او مرحلة كل مرحلة الى اسلوب معين بالانهاء سوبرهوت من الالعاب اللي ما بينفع قيمة مثل اي لعبة تاني لانه مثل ما قلت انه فكرتها مختلفة فمن الظلم اني اقعد قارنة بالعاب شوتر اخرى لكن لو كان اللعبة فيها شي جدا جدا ممتاز هو الفكرة والاحلى من هيك كمان انه الفكرة كانت مسقولة بشكل رائع مو ممتاز ذا رائع عندك مجموعة حركات فينك تنفزها فمثلا فينك ترمي سلاحك على العدو مشان تاخد سلاحه يعني سلاحك اذا خلص منه الامو او الرصاص فينك ترميه على العدو منه بتوقف العدو لفترة معينة ومنه برضو فينك تاخد السلاح تابعه ايضا اللعبة فيها مراحل بتعتمد على السرعة والتوقيت متل مرحلة بيمر عليك القطار بسرعة فلابد انك تنزل بتوقيت مثالك وتنتقل للشخصية التانية بتوقيت مثاله وترد تنتقل للي بعده بتوقيت مثاله بشكل يعني جدا دقيق هالشي عجبني صراحة صلي زمان ما لعبت لعبي من الالعاب اللي بتعتمد على الدقة تقريبا اخر لعبي لعبتها من هالنوعية هاي كانت Inside ب2016 اللعبة فيها كتير استهبال متل ما بيقولوا او عناصر هزلية وكوميدي فكل الحوارات الموجودة باللعبة هي حوارات غير جدية ابدا القصة انا استغربت انه القصة حلوة يعني على قصر مدة اللعبة الا انه القصة فيها كانت كتير حلوة صراحة في حوارات باللعبة بين الشخصية الاساسية والكمبيوتر اللي انت عم تحكي معه او السيستم اللي انت عم تحكي معه صراحة حوارات جدا رهيبة لدرجة اني صرت اضحك من قلبي وهذا الشي ترى نادرا ما يصير بالالعاب لكن لو تكلمت مثلا عن العالم والتصميم فاعتقد متل ما نكون شايفين التصميم ما فيه شيء ابتكاري حتى بعتقد انه اساسا لعبة سوبر هات كانت لعبة فلاش او لعبة متصفح بعدين نقلوه على الكونسول والبي سي بشكل عام لعبة سوبر هات حبيتها كتير صراحة استمتعت فيها بكل لحظة مشكلتها الرئيسية بوجهة نظري هو السعر مقارنة بالمحتوى لو كنت كتير سيئ بلعبة سوبر هات فرح تختمها بساعتين ساعتين ونص هذا لو كنت كتير سيئ وعم تعيد مراحل خمسة وعشر مرات وسعر اللعبة بالمقابل خمسة وعشرين دولار صراحة ما بتستاهل ابدا صحيح انه لا لعبانا مجانا لكن التقييم مو بناءا على انه مجانية بل بناءا على اني انا اشتريتها يعني رح اتخيل حالي دافع المبلغ هذا صراحة ما بتستاهل ابدا لكن اللي بيستاهل فعليا هو الفكرة المسقولة بشكل حلو وطريقة انهاءك للمراحل اللي فيها ابتكار وفيها فكرة حلوية لدرجة انه صرت كل ما انهي مرحلي قعد شي نص دقيقة عمقول طيب بالنسبة لتقييم النهائي الى لعبة سوبر هوت فرح يكون سبعة ونص من عشرة وهذا التقييم مبني على اللعبة مقارنة بسعره مو على انه نازلي ببلاش لو كانت اللعبة مجانية فاكيد رح يكون تقييمة اكتر من هيك بكتير انا ممكن انصح باللعبة هاي للناس اللي حابين يلعبوا لعبة شوتر مختلفة او بفكرة جديدة يا رجل حتى المطورين واسقين جدا انه فكرتهم جديدة لدرجة انه بعد ما تخلص اللعبة كاتبين اخبر اصدقائك عن هاي اللعبة وقولن انه هاي اللعبة هي اكتر لعبة شوتر مبتكرة لعبتها من فترة طويلة يعني شايف قديش المطورين واسقين بفكرة لعبتهم عموما اكتبولي رأيكم بلعبة سوبر هوت هاي مراجعة هيك شوي كانت سريعة مشان اعطيكم رأيه بشكل عام عن اللعبة وهي اساسا اللعبة مانا كتير طويلة اذا اعجبكم هذا المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة يعطيكم الف عافية على المتابعة سلام عليكم super hot super hot super hot